اشتركوا في القناة في ظل ما تشهده المنطقة من تطور لافت يتطلب تقوية العلاقات البحرين وتثبيت مواقفها كما شكر جلالته معالي وزير الخارجية لإشرافه على تطوير قدرات الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل بلادنا خير تمثيل متمنيا جلالته له دوام التوفيق والسداد هذا وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية أنه تشرف بخدمة جلالة الملك المفدى ومملكة البحرين وشعبها العزيز من خلال موقعه كوزير للخارجية مقدرا ما تحظى به الدبلوماسية البحرينية من دعم كبير من قبل جلالته ومؤكدا بأن توجيهات جلالته السديدة مكنتها من أن تصبح نموذجا للدفاع عن مصالح المملكة في الخارج وتعزيز موقعها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي دعيا لله عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح التي يشهدها الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر